يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة سانداونز بيخسر من أو عفوا بيرامدز بيخسر من سانداونز كان نفسي أقوله والله سانداونز يخسر من بيرامدز بيرامدز النهاردة خسر من سانداونز واحد سفر على أرض بيرامدز مش هادر أقول على أرض وسط جماهيره على أرض بيرامدز فقط على أرض بيرامدز هدف ليه؟ مكيانة واحد من أهم النجوم سانداونز جيه في ديئة 17 بسازاجة دفاعية كبيرة جدا من بيرامدز وعلى عيب بيرامدز في الوضع التكتيكي والفني في أرض الملعب في أسبوع الماضي كان بيرامدز على أرض سانداونز قدر يتعادل وقشن بهذا الأمر وقشن بالنتيجة وأنه اللي ياخد نقطة من سانداونز على ملعبه ده إنجاز أو نتيجة جيدة مشان نقول إنجاز ولكن نتيجة جيدة وكبيرة جدا عملها ببيرامدز ييجي بقى بيرامدز على ملعبه ويخسر من سانداونز أداء دفاعي كان سيء جدا في الشوت الأول وأداء هجومي وردت فعل لبيرامدز كانت ردت فعل سيئة جدا يبدو كده إنه كان نفسي بيرامدز يكسب النهاردة وفعلا كان نفسي بيرامدز يكسب النهاردة عشان كده عملها بود سانداونز كان خسر وتعادل في كل الأحوال يبدو وأن بيرامدز وضع قدما خارج دوري أبطال أفرك بيرامدز عنده مباراتين قدام مازينبي ومباراة قدام نوازيمه مازينبي فيه أرض مازينبي ومازينبي على ملعبه أكيد مرعب وصعب جدا على أي منافس في القارة الأفريقية نوازيمه في القارة المفروض ياخد نقاطها في كل الأحوال الموضوع صعب جدا سانداونز ومازينبي دلوقتي متصدرين بسبع النقاط والموضوع بالنسبة لهم الأقرب للصعود